جميلة محمد فلاق وكيل وزارة الثقافة والمجتمع المدني كنا نحن عصرنا حركة تأسيس حركة اللجان الثورية هي أسست من أجل ضرب الحركة الطلبية في ليبيا رفضنا ما يحدث في الجامعة عبرنا عن رفضنا بمنشورات وزعناها داخل الجامعة طالبنا فيهم الشباب بالتحرك بمناهضة النظام بالاعتصام بعمل أي شيء لما المنشورات هذه ما أدتش النتيجة المرجوة اللي احنا كنا نتمنوها اكتبنا في المدرج في مدرج جامعة بنغازي قريون السابقة من كلية الاختصاد كان العمل هضى في بداية مايو 1982 اكتشف آمرنا اعتقلنا على أثر هذه العملية طبعا من العبارات التي اكتبناهم كانت يسقط النظام يسقط القذافي، يسقط اللجان الثورية، أين الحرية، أين الديمقراطية كلنا الشتائم للقذافي أيضا وللجان الثورية تم سجننا لمدة خمسة تقريبا وسادس يوم طلعوا بينا داخل مبنى مركز البحوث اللي كان داخل الجامعة وتحديدا داخل كلية الاقتصاد هي كليتنا تم تعذيبنا وضربنا داخل مركز البحوث تم تعذيبي أنا ضربت في مقزن كان تقريبا ثلاثة متر في ثلاثة متر وضعت على كرسي في وسط المخزن وضربت حتى لم يعد في وجهي مكان إلا عيوني أذكرني لما طلعت دخلت للحمام تلك الليلة ونظرت في المرآة لما شفتش إلا عيوني كان وجهي بالكامل أسود من أثر الضرب دخلت في غرفة كبيرة في الكتيبة قلتها كلها رجال الدولة عرفت أن هذا حسن شكال رجل الثاني في ليبيا وقتها فيها القانجا كان فيها عبدالله السنوسي فيها مجموعة كبيرة أخرى فيها الوزري عثمان الوزري فقالوا هاتوا الفلقة جابوا الفلقة حقوني في الفلقة لفوني فجاب أحمد مصباح عصات جريدة العصة العادية اللي ضربوا فيها بالفلقة تختلف هو جاب عصات نخيل أذكر أنه جربها في إيدي أول ما جربها فانتفخ صبعي في نفس اللحظة طلع حكي حطوني في الفلقة كانت معي وحدة ضابطة قالوا لها لف دبشها عليها تسمعني حسن شكال أسوأ ألفاظ ممكن تسمحها البنت في عمري في ذلك الوقت في حضور وزير العدل الليبي مفتح بوكر كان مفتح بوكر مستسلم بالكامل وراضي عما يحدث حطوني في الفلقة ضربوني تناوبوا على ضربي كلهم يعني ثلاثة منهم إلى أن فقدت الوعي لما فقدت الوعي وقفوا الباين وقعوني طبعا صرخت عياطة واجد تألمت استنجدت بوزير العدل لقيت رجلية من تفخات بدرشني ما قدرتش نلبس الحذاء اللي أنا جيت بي فأخذيت الحذاء سكتة طلعوني أذكر أني شفت منظر أنا عمري ما ننساه شفت أحد الجنود اللي كان في الكتيبة يبكي يبدو أنه هو كان يسمع من شاف رجلية كنت شلي هيكي ومنقدرش نمشي كنت نمشي بجنب منقدرش نعفس فشفت دموعه كان يباحتي يشوفي لأي درشة كانوا اللي بيين مقهورين مقدرش يتكلموا لا يستطيع الكلام مقدرش حدي عارض حاولت الانتحار أكثر من مرة حاولت مرة نرمي نفسي من الشباك حاولت أضربت عن الطعام أكثر من مرة وكنت لما نضرب عن الطعام يجيبوا الطعام ويكبوه على جسمي حاولت نفتح إيدي فتحتها فعلا ولكن كانتش بالعمق اللازم وأصعفوني لفوالية يقول لك من يهن يسهل الهوان عليه فما لجرح بميت إيلان خلاص انت منتهية تتعرضي يوميا للانتهاك والتعذيب والإهانة والشتم فقدتي إنسانيتك لما يفقد الإنسان إنسانيته أعتقد يكون سهل جدا عليه الموت أرحم ترجمة نانسي قنقر